صراع على السلطة بين فئات متعددة تبتعد عن مفهوم الثورة التي يحلم بها العراق هذا ملخص ما يحدث في البلد بين فئتين وصلتا إلى حد الاقتتال من أجل تحقيق مطمع سياسي تبرز فئة ثالثة لا تحيد عن سكة مطالبها وأهدافها المتمثلة بالوصول إلى عراق حر خال من الميليشيات والتبعية تلك هي ثورة تشرين التي لم تنزلخ بمعترك الاقتتال الحزبي وتجنبت فخ التحزب والخديعة بشعارات هذا الطرف أو ذاك تعليقا على الموقف الشعبي مما يجري من صراع بين الصدر والإطار التنسيقي تقول مؤسسة أتلانتيك كاونسل للأبحاث إن غالبية العراقيين لا يثقون بالحكومة أو البرلمان ولطالما نظروا إلى الديمقراطية المفترضة على أنها مفهوم هشية لا شا في ظل الاستبداد والعنف السياسي والتدخل الأجنبي وترى المؤسسة البحثية أن تظهرات ثورة تشرين مثلت نقطة تحول في الوعي الشعبي لحقيقة الاحتلالين الأمريكي والإيراني لبلادهم واتضحت صورة الأحزاب المرتبطة بهما لذلك بدأت الحكومات التي تشكلها هذه الأحزاب تفتقر لأي حاضنة شعبية وعلى هذا الأساس أي تظاهرات أو احتجاجات لا تهدف في جوهرها إلى تغيير المنظومة الحاكمة أصبحت لا تتفق مع المطالب الشعبية وتبقى ضمن دائرة الصراع الحزبي على السلطة والحديث هنا عن النزاع الدائر بين الكتل السياسية حيث لم تخرج الخلافات بينها عن حيز شكل الحكومة وهيكليتها بعيدا عن تشخيص الأسباب التي أوصلت العراق إلى هذه الحال من فساد واستبداد وظلم قضائي وارتهان بيد الأطراف الخارجية الصراعة الحزبية المستمرة بغض النظر عن تداعياتها السلبية على البلاد إلا أنها تزيد كل يوم من قناعة العراقيين بأنه لا خلاص لهم إلا بالتغيير السياسي بشكل جذري وشامل